مع الاسف الشديد فيه كلام كتير جدا وافعال كتير جدا بتعملها في يومنا بتبوزلين حياتنا واحنا مش واخدين بالنا وترتب علي كمان افكار بناناها في دماغنا هي ملهاش اصلا اي اساس من الصحة وعشان كده في حلقة النهاردة جاي اكشفلك الحاجات دي واكشفلك افكار واشعاعات متبنيينها في دماغنا وهي اصلا غلط ولو تخلينا عليها النهاردة حياتنا تتحسن بشكل كبير فلو عايز بقى تعرف اكتر يبقى دلوقتي تصالي عن نبي واتتابع الحلقة دي للنهاية انا طريق صادق وانت بنوارني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد معاكم طريق صادق بفكركم ان احنا في القناة بتقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيعة فما تبخلش عليها باللايك الحلوة بتاعك وكمان انسابسكرايب اول فكرة غلط يا صديقي بتخبط في ناس كتير اوي مننا لما بتحس بالحزن واليأس والاحباط وان الدنيا مش احسن حاجة هي دايما ما قولت الحياة صعبة اوي وخلاص ما بقاش فيها امل عارف انت الكلام اللي بطلع فجأة ده في وقت ما احنا نحس ان احنا منكسرين او محبطين للاسف كتير مننا ببقى معتقده ومعتقد فعلا ان الحياة صعبة وما بقاش فيها امل وده يمكن بسبب ظروف كتير وحشة هم بصراحة شافوها وانا مقاضل جدا ده لكن للاسف يا صديقي اللي كتير فيهم بجد مش مدركه انك لما بتقول الكلام ده وبتبدأ تقتنع به خلاص بتتعامل على اساسه فلو جد قدامك فرص تنقذك من اللي انت في ده هتتخلى عنها لان خلاص معتقد ومتأكد ان خلاص مفيش امل فانا هحاول ليه طالما كده كده مفيش امل وده مش كلام انا يا صديقي ده الاحصايات اللي بتقول ان 70% من الناس اللي فعلا بتعتقد ان هي حياتها صعبة ومفيش امل فعلا مش بيعملوا اي حاجة وبيستسلموا للفشل اللي هم عايشين فيه ومش بيحاولوا اي محاولة عشان يتغيروا وده بسبب صديقي مجرد اعتقاد زرعته بس في دماغك والحل يا صديقي بسيط جدا 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 وهو انك تؤمن ان في ربنا لان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وافتكت دايما يا صديقي داقت فلما استحكمت حلقتها فرجت وكنت اظنها لا تفرجوا فتوكل على الله وخلي عندك دايما امل في ربنا انا ممكن اقولك على حلول تانية كتير جدا 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 بس اصدقني مفيش اي حل هتديو لك النهاردة اقوى من الحل دا لانك عايش النهاردة وكل يوم برحمة ربنا يا صديقي تاني بقى كارثة يا صديقي بتبناها ناس كتير جدا وهما صاحبنا بتوع الكمالية اللي معتقدين ان كل حاجة عشان تنجح لازم تكون مثالية وبرفكت ومفيش فيها ولا غلطة والفكرة دي بتخلي ناس كتير جدا بتضيع وقت ومجهود في الفاضي عشان بتدور على الكمال اللي هو اصلا مش موجود دا احنا حتى بنقول الكمال اللي له وحده وجامعة هارفرد يا صديقي عملت احصائية بتقولك ان 60% من المشاريع الجديدة بتفشل بسبب ان صاحبها بيبدأوها بان هما بيدوروا على الكمال انا عايز المشروع بتاعي دا يكون ولا غلطة فبتكون النتيجة ان هما بيدوروا على فشالهم باديهم وده بيفكرني بنفسي يا صديقي لما بدأت قناتي على اليوتيوب كنت عايز كل حاجة مظبوطة بالشعرة الاسكريبت يكون مظبوط التصوير يكون مظبوط المونتاج يكون مظبوط طريقة الرفع تكون مظبوطة ولو حصل اي حاجة بازت امسح كل دا وابدأ من الاول تحبا انا كابتب لا والله يتحبا لقيتني بضايع وقت ومجهود وفلوس وكل حاجة ولما بدأت احس ان انا طالع دلجش مع صحابي واخواتي وحبايبي والدنيا يعني مش لازم تبقى مظبوطة احسن حاجة لقيت ان الدنيا ماشي معايا صديقي والحمد لله انه هرده بقى اكتر من 275 الف اخ واخت منورني والله العظيمة صديقي بس انت انزلت انا عملت لايك وعمل سبسكرايب يعني لسه بشكر فيك يا راجل اعمل لايك وعمل سبسكرايب لو انت مش صاحبنا من 275 الف دول خلني الوصل الى 280 الف بقى ولو كممت لغاية هنا انزل اكتبلي تحت في التعليقات رقم 57 عشان دي هتكون كلمة السر اللي هتعرفتني من صحابنا اللي لسه مكمل حلقة لغاية هنا تالت مشكلة بقى هتقابلك يا صديقي لما تتخرج او هي قابلتك لما انت تتخرجت انك بتبقى فاكر ان انت خلاص بعد ما خلصت الكلية مفيش تعليم تاني مش هتعلم حاجة تانية خلاص بعد الكلية انا خلاص اتخرجت وما صدقت ان انا خرقت لكن الحقيقة صديقه الواقع اللي انت تصدم به انك محتاج تتعلم اكتر بعد ما تتخرج لانك تكتشف ان سوق العمل اللي بجد ملوش اي علاقة خالص بلي انت كنت بتدرسه فمحتاج تتعلم سوق العمل الحقيقي واتطور من مهارتك بشكل مستمر عشان تجيب فرص عمل جديدة وتكسب فلوس اكتر وتتطور بشكل اكبر يخلي الناس يا اللي تجري وراك عشان يشغلوك مش العكس كفاية بس ان انا اقولك ان في مجلة عالمية قالت ان 50% من الوظائف الحالية هتختفي خلال 5 سنوات بسبب التطور الكبير اللي احنا بنشوفه يعني انت لو فضلت على قديمه مش بتطور من نفسك فانت بتحكم على نفسك بالضياع والفناء وباي باي ومش عارف اصلا ازاي تبقى انت بتتفرج على فيديوهاتي وهنا في قناتي ومن الناس اللي فاكرة كده مع ان كل فيديوهاتي اغلبها بيكون بتكلم عن ازاي تطور من نفسك وتكسب فلوس وتاخد كورسات ببلاش فاعتقد ان احنا هنا في القناة بنسعتك ان انت تطور من نفسك وتتعلم حاجات جديدة من غير مجود سواء انت لسه طالب او خريج رابع بقى الجملة بتودينا في داهية دي بتواجه اعتقد 99% من الناس اللي بتتفرج على الفيديو وهو اعتقدهم ان عندهم وقت كفاية انك بيبقى وراك اي حاجة وتقول يا عمي ما لسه بدري لسه في شوية توقع عارف انت امتحنتك لما بتفضل تأجيل لها كل شوية وما ترداش تذاكر اللغات ما تجللت الامتحان تكتشف ان انت مزنوك وعايز تقوم تذاكر اهي دي صديقي النتيجة المعتادة يعني ده كمان في احصائية بتقول ان في 20% من الناس بيقضوا وقتهم من غير اي نتيجة ومن غير اي فايدة وفوقك بقى من الاحصائية دي احصائيت انا بتقول ان 50% ولا 70% من الناس بيعملوا كده 20% دي انا شايفين وراكم قليل جدا لعلى انا عرفهم وبشوفهم بنضيع وقتنا يا صديقي حرفان في اللاشيء وابقى ورانا حاجات كتير جدا وحاجات مطلوبة مننا وبينسيبها ونقول ما هو لسه فيه وقت الامتحان مش بكرة المشوار مش خلاص الاسبوع الجادة لسه فيه شهر السنة لسه بدري فيها فمش هخطط فيها من دلوقتي ما هخطط في اخر سنتين همش هقرأ الكتاب ده هقرأه بعدين بنفضل ناجي لصديقه وبتبايع وقته وخلاص وده يا صديقي الحل بتاعه الورشة اللي انا عملها لكم انا عمل دلوقتي يا صديقي ورشة بتتكلم عن تخطيط العام الجديد هتساعدك يا صديقي انك تخاطط العام الجديد بشكل سليم وتقدر تحللك مشاكل زي التسويف وانك مش بتلتزم بالخطة بتاعتك وبتضيع وقت ومشاكل تانية كتير وكمان الحلو ان الورشة دي يا صديقي بتبقى انا وانت وبس انا مش عاملها ورشة جماعية انا عاملها لي والكل واحد هيشترك هاعد معايا بنفسي ونعمل مع بعض كل الكلام ده في جلسة مدتها ساعة او اكتر لو احتاجنا سعر الورشة صديقي متين جنيه لكن دلوقتي عمل لها تخفيض خمسين في المية لكل الناس اللي شافوا الفيديو ده كل اللي عليك يا صديقي انك هتعمل لائك للفيديو وتاخد سكرينشوت وتبعاتلي على الرقف ده واتساب او تليجرام وهتاخد الورشة دي يا صديقي بتخفيض خمسين في المية يعني بدل ما تدفع متين جنيه هتدفع مية جنيه بس عن طريق انستا باي او فورا فون كاش وههحدد كمان وقت نسبك انتا يعني وقت ما تحب تاخد الورشة دي هتاخدها ان شاء الله وخلاص بقى مفيش تسوف ولا تأجيل تاني خمس اعتقاض غلط يا صديقي وكاريسي انك فاكل انك لو تعبت اكتر هتنجح اكتر مين يا صديقي فاهمك ان التعب مرتبط بالنجاح وفيه ناس كتير بتنجح من غير ما تتعب التعب ده كله وفيه ناس بتفضل ترهق نفسها في الشغل وفعلا بيجيب نتايج وبتنجح اكتر فبترهق نفسها اكتر واكتر عشان تنجح اكتر فبالكود نتيجة ان هو بينهار وبيتعب وما بدرش يكمل فالنجاح ده كله بيتحول لفشل جميلة صديقي انك تتعب وتجتهد عشان توصل لنجاح انت بتحلم بيه بس بالعقل برضه صديقي وازن الامور وفتكر دايما ان الجسدك عليك حق وفيه صحيفة انجليزية قالت ان الناس اللي بتاخد روحها انتجيتها بتزيد بنسبة 25% فالتح لك شوية كده يا صديقي وشم نفسك شوية المشكلة اللي بعد كده الناس اللي بتفكر انها مش محتاجة تطلب مساعدة وانا كنت واحد من الناس دي كنت فاك انها لما اطلب مساعدة يبق انا ضعيف والناس هتفتكر انها فاشل ومتخازل لكن اكتشفت يا صديقي ان ده غلط 100% واكتشفت انها لما بطلب المساعدة بتطور اكتر وكمان يا صديقي الات احصائية هي اللي اكدتلي ان انا محتاجة اطلب مساعدة الناس وهي بتقولك ان 30% من انتجيتك هتزيد لما بتبدأ تتعلم الخبرات الناس التانية وتسألهم فانك تسأل الناس الصديقي وتطلب منهم مساعدة ده ما يقللش منك ده بيبين ان انت شخص متواضع مش متكبر عايز تطور من نفسك وعايز تفهم اكتر من ناس فهم اكتر منك دول يا صديقي كانوا 6 افكار ناس كتير بتتبنعهم في دماغهم وهم للاسف غلط وبيوردونها في دهية في افكار تانية كتير يا صديقي لو عايزنا نتكلم عنها ممكن تكتبلي تحت في التعليقات وعمل لكم جزء تاني ونتكلم فيها عن حاجات كتير احنا بنعتقدها صح او بنتبنها في دماغنا وفي الاخر بتودينا في دهية شكرا لك يا صديقي ان اتكملت الغاية النهاية وشكرا لك برضو لو نزلت عملت لايك وعملت سبسكرايب ومنتنساش تفعل زرار الجرس عشان الجديد دايما مفيد ولو لسه نكمل الحلقة الغاية هنا انزل اكتبلي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقة دي للنهاية لو عندك اي سؤال او اي استفسار او اي حاجة عايزنا نعمل عنها فيديو اكتبلي تحت في التعليقات وانعناها الاتنين لي كصديقي اتمنى الحلقة دي تكون لطيفة وخفيفة وتكون بسطتم واستفدتم كان معكم طريق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة